بسم الله وبعض الصلاة والسلام على رسول الله مصلا لخير عليكم حبوباتي وشراككم مشلا يا ربي تكونوا كامل بخير وصحتكم لا بس ونتبهنا لفيديو هادي تلقاكم كامل في احسن الاحوال يا ربي امين لحييكم وينما كنتوا ربي يحفظكم ربي يخليكم لي ان شاء الله نرحب كامل المشتركة جدود اللي يدخلوا معانا للقناة نقولهم الف مرحبا نورت والقناة ومشتركات الوفيات العزاز عليا اللي يمنوريني بطلتهم اذا عجبتكم الفيديو ما تنسوك تخليوا ليجام وكمونتاك حلو كما انتوما وطبع تعجيوا القناة بس تزيد تكبر العيلة تعنا الروتين تعيليونات روتين عادي تاع اي امرأة جزائرية كتنو تصباح وش تدير خدمة الدار هذا خسيل هذا طياب هذا قش هدي دنيا اكم تعرفوا الوقت صبحت اليوم على القش كما كم تشوفوا ركبت الماشينة كان عندي حواج تخسيل لازم يتخسلوا كنت رنقت ليلة من قبل الحمص كما كم تشوفون رنقته في الكوكوت ومن بعد قفلت عليه البنات وخليته يطيب باش لحنا فتحت عليه قفلت عليه البنات عشرين دقيقة حطيت له الكرشة باش يطيب معاه ما داويته يا البنات ما ولو يعني كي يدخله الطياب حليت لقيت الحبات على الحمص تاعي طابت بيها ويعني ودخلها الطياب اهنايا نداويه ونزيل نقفل عليه باش يكمل الطياب بتاعه ويلبيلي اه بعد ما كملت القش تاعي كامل لبنات سيقت البالكون اه نشرت القش في عين الشمس ورحت للدنيا من هنا بديت بالصالون هو اول حاجة حطيت حاجة كامل بيدون تاع التسياق والنشافة كنتعارفو اه والله شوفو مهما تكون عندكم حاجة هكا عم بليش هنا حاجة جديدة موضل جديد هكا تسيقوا به يبقى تسياق تاع تاع الف خطوة ونشافة هو اللي يسلك وهو اللي يعني يبيلك الدنيا تاعك نضيفة اه انا عندي هذيك البنات اللي حاشاكم نشفى لكم شريتها جديدة اه هذيك جيست على بيكم نهار لي تكون الدنيا تاعي نضيفة خلاص 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 باركزومبل هكا حن نمسح غير جيست الدوش طوالات والكلوار حاشاكم نديرها ميكي نعود هكا راح نهز الصالون البيوت والكوزينة ما ما نفضل هاش يعني نفضل اني نسيق هكا بالنشاف الف خطوة احنا يا اه كملت الصالون البنات بها سوح كملت الكوزينة ليشامبغ خصلت ليسانيتاغ تاع السان دوبان طوالات كملت كل شي وقفلت الدنيا تاعي وعطرتها ومبعد رحت نكمل اغدايا اللي كان حمص كما شفتو حطيت فلاشواغ تاعي المعدنوس حبة بصلة نص حبة طماطم وصنات تاع التوم كما كنتوفو الكمية تاع التوم لابس بها يعني الحمص يحب التوم يجي يعني فيها يعني يعطيه قو سبيسيال وفالا حطيت كل شي فلاشواغ تاعي بعد ما نقيت بيانسيور الخضرات تاعي كامل وخصلتها ورحيت كل شي فلاشواغ رحيتهم بيان دكتوفو كيفاش رحيتهم حتى تاع الحشيش والبصلة وطماطم والتم فرقتها وحطيت الملح و الفلفل لكحل و راس الحانوت وشوية تاع الحمار و الكمون وفالا هادي هي حمار حطيت شوية بك مش بزاف لان البناز مش حنحط فيه خلاص طماطم مصبرة حطيت غير كيما كمشتو نص حبه هاديك تاع الطماطم حبرك و شوية تاع الحمار هادي هي خلط كل شي زيت هرايا ثلاث مغارف تعزيت و عاود تقفلت علي البناز و خليته حتى لبا يعني هاديك المرقة ولا تليلا بياء و طعب و فالا و كان هذا هو غدانة و الحمد لله عني حمارف هناyr و ربنا يعني قONE و أم محمد انا بالنتي لديها صلىية تاحكا ب história و الطماطم و صلى tarrere و شوية تاع البيترا و فصنارية اااية صلىبد تومشي مع هادي النوع من الأكلات هادي اللوبيا و الحموس و العدث يعني الحاجة لدي جواز و مرجا مع شوية الهريسة و الفلفي الحار و هذا ها و هذا هو احنا و هذا هو غدانة هذه الهريسةبل minute كنت تشوفوه فيها كنت خدمتها في الدار على اغلاب اختي هذه تاع الفيديو كنت صورتها لكم من قبل وهذا وان كتب ربي حطيتها لكم مع هاد الغوتين هذا كنت شريت لبنات الفلفل حار هذا الحمر كما تشوفوه فيه شريت كيلويا لبنات كما تعرفوا ذكرنا في وقت وراه متواجد يعني في هاد الوقت يعني كاين الله يبارك يعني كي تحوسوا عليها راح ينتلقاوه حكمت الفلفل تاعي لبنات لبست ليقون اول حاجة على باسكو البنات حار يعني تولهو كي تحبوه تشريه وتخدموه راهو حار وانا دار فيها حالة واش نقولكم السعلة عينية يحرقوه عدت نقوله واش داني انا مولا بيتي تخفي عليها الوقت كان شرالي وقال لي ديرينا له ريسة هادي تعدار الوقت هنا شوفو حكمت الفلفل تاعي لبنات خصلته بيه مليح مليح تحت العين تخصلوه مليح مليح لانو جي فيه تراب هكا وطيهن وكل شي نقيوه مليح مليح ومبعد لهنا نبدأ نحيلوه في هداك الراس وزريعة للداخل انا نفضل البنات نحيها دركها خير من نحيها هو طايب يعني مبعد كي طيب ليه البنات نهز دي غاك تواموه نرحيه يعني كي طيب ما نضلش نحيلوه في الزريعة ونحيلوه فهمتوني ثم شغل هو هكا خدر نحيلوه هداك الراس بالزريعة ونعاود نشلوه ومبعده نحكم نقطعوه هكا طراف طراف سيختول هدوك اللي يكونوا طوال بزاف باش مبعده نرحي البنات يجي نساها هنهزوه نرحي طال حطيتوه هنا في هكا ببوتات تكون شوي كبيرة فالا قطعتوه كامل كي ما قلكم هاد الكميه اللي درتها البنات كيلو كيلو تاع فلفل هاد الاحمر فالا البنات قطعتوه كي ما كم تشوفو هكا طراف طراف ونعمر هديك الببوتات تاعي بالماء جزت ما يتغطى لي الفلفل كي ما كم تشوفو ونغطي عليه ونخليه البنات حتاني طيب لي ما نقولكم شو الوقت كده ميا ببخي انا ساعة كا كون طفيت عليه يعني حتا نشف لي هادا كل ما اخلاص فالا شوفو نشف هادا كل ما خليه تغير شوية باش يعاوني باش نرحي لهريسانتا يعني نرحي الفلفل تاعي لانو كيت رحيه البنات حطي معا شوية ما متخليش هكا كا كا فالا هنا البنات شوفو نجيب هادي تعاوني نهز بيها الفلفل ونحطوه في العشواغ طول يعني نخليه يدفى شوية يعني تنحلو السخانة هديك الكبيرة بزاف ونهز البنات ونرحي بالكمية نرحي بشوية بشوية حتا نكمل الكمية تاعي كاملة فالا حطيتو هنا في العشواغ ورحيتو كما قلت لكم البنات كي تعطوا تخدموا فيه لي ما تحملش الحرار ولا عندها حساسية ولا حاجة من المستحسن انكم ديروا الليجون في يديكم اما بالنسبة للسحلة وهدي ما عندي ما نقول لكم فالا جبتلي هاديك البابوطة الصغيرة ونرحيو نفرق فيها في البنات كما راكم تشوفو نرحي ونفرق فيها فالا رحيت الكمية الأولى راح نزيد نرحي الكمية التانية هذه هي الكمية اللي خرجتلي كاملة يعني تشوفوه الله يباركي تشريوه هاداك الكيلو يبالكم بزف ومبعد كي طيبو تخدموه هادا ما يجيكم غير شوية هادي هنا الابنات تفوت عليه شوية بالبراميكسر يعني باش يترحالي مليح مليح وبالنسبة للابنات اللي ما عندهاش الاشواء ولا اللي ما عندهاش البراميكسر ولا تقدري يترحيه في الرحايا القديمة على يد هاديك تعبكري هاديك تعليد هاديك اللي تحطيه وتدوري هاديك تانية ترحيهولك روعة يعني لي ما عندهاش تقدر انها تدير في هاديك بفعلا هندو كي جيت نداوي الهريسة تعيل بنات درت لها كمية مليحة تعتوم حوالي 1-5 سنات حتى 6 ساعة لحسب الكمية تاكتاع الفلفل تعتوم حكيتها عليها وانا كنت طيبته في الليل بنات ومبعد ما كملتهاش حطيتها في فريجيدار الغضوة بالصباح بنده كملت داويتها عندي لهنا لبنات توابل هادي توابل خاصة بالهريسة يا لبنات هادي كانت مدتها لي عجوزتي يعني ما 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 كانش عندي يعني عجوزتي لي مدتها لي هي كانت عندها واجدها هي تانية كيدرت الهريسة شغل شراتها حب ومبعد رحاتها اه جبطانس فيها الكمون فيها اله يعني التوابل خاصة بالهريسة هادي لي انتم ما كنت حبوا تديرو اه تروحوا عند لي بيعوا هادو التوابل واشاء تلقوا يعني توابل خاصة بالهريسة تزيدو انا كنت تغير في الفلكحل وحطيت تزوج مغرفة عماكلة زيت زيت يعني المائدة اللي ينطيبوا به لي حبوا زيت زيتون انا لبنات مما نحبش زيت زيتون لي حبوا زيت زيتون حطوا زيت زيتون فيها يعني زيت عرب افضلا حطيت كيمكن لكم مغرفة هادي كتاع لي زي بيس حطيت مغرفة عماكلة وهدي هي الكمية اللي كانت خرجت لي اه تاع الهريسة اه تجيب زي بزي 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 بنينا اه يحكا اه مليحة تخدميها وتحتها في الفريجيدار معادو كاشتا وكامل على بنام اللي ينستهلكو لريسة وكي تكون تاع الدار يعني تجيب غيمون بزي 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 بنينا هادي هي الكمية اللي كانت خرجت لي اهنا الابنات كنت معاكم الفيديو تعليه متمنى كانت عجبتكم ما تنسوش تخليوا لي جام وكمونتا تهلاوا في رواحكم نحبكم متعليكم قوة الاخير